اشتركوا في القناة 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 يا استاذة دي زميلة كانت بشتغل في جرنال السهم وحضرتك عارفة ان انا كنت بشتغل في جرنال السهم اصلا جت تسأل عليك هنا انت هربان منها ليه؟ هيقيتلك ان انا هربان منها؟ لا ما قالتش بس انا حسيت طب اون اهرب منها ليه؟ احنا علاقتنا كلها ود وهو بين الود اللي بينكم كتعاوزك تصور لها تحقيق صحفي شبه لها كده عن التسول وحضرتك قلتلها ايه؟ قلتلها انك خلاص ماضي عقد احتكار وبطلت الشغل القطاعي وما عندكش وقت جامل في حد صح طبعا لحضرتك تشوفيه عندك شغل مهم جاهز هتسافر العجل في حفلة في فيلا صورها عالي قوي على حمام السباحة فتة ولحمة ومنبر على حمام السباحة؟ ايوه على حمام السباحة المعازيم رجالة وستات من اهم الناس في مصر عشان كده الحذر مطلوب والفشل مرفوض ولو اتقفشت اعتبر نفسك انتهت لا قديني بس كل المعلومات وهتشوفي انا عاملين ولو نجحت عندي ليك مكافأة انا المكافأة بتاعتي رضاك يعني تب غور من واشي دلوقتي امرك مين اللي عامل فيها كده؟ انا يا كدير قليلة ادب ما بتفهميش في الاصول فكيها يا بيت دي صحفية كبيرة دي جاية ونوية شرية كبيرة اخرس انت فكيها يلا يلا مستلامة وذوق عجلك انت كمان عايز اقعد معاها يلا منظر عيفشة وبيت عاملة زاد دكر انا انا انتي مش خايفة ليه عشان عارفة انك ستة طيبة وما بتحبش القزيها لحد مين اللي قال ولا دا الحلال اللي دلوني عليك الاولانية صح التانية اللي مؤاخذة انا اللي يقزيني اقزيه واقزيه جامد قوي عشان تبقى اول واخر مرة يفكر يعملها وانتي كده بتقزيني يا صنيورة ليه بتقولي كده وهو اللي نوي على القزية يكشف نفسه برضو بالعكس ده انا جيالك وعايزاك تساعديني في ايه يا اختي ان شاء الله اصل انا بشتغل صحفية مش صحفية بالمعنى الكامل يعني انا لسه متخرجة جديد ليسنا تحت التمرين يعني وفي المهنة بتاعتنا اللي بيعمل شغله كويس بيتثبت وبيتعين رسمي زي عندي بالزبط طب كويس وفي الجنار اللي انا شغالة فيه طلبوا مني اعمل تحقيقة عن ظاهرة تتسول اللي في الشوارع الشوارع ما هي كتيرة برا ومليانة قدامك جاية عندي ليه ما انا عارفة وهنزل الشارع بنفسي عشان عايش التجربة وعشان كده انا جاية لك انا عايزاك يتحميني وانا بشتغل يا رئيسة انتي مين دلك علي؟ والله في الشغلانة بتاعتنا يا ستة قصيلة ممنوعا هنا نكشف عن مصادر معلومتنا شوفي يا بنت الناس انا مقدرة موقفك وعشان انا طيبة زي اللي دلكي علي ما قالولك ان شاء الله هتكوني مرضية يعني موافقة لا اصلك انتي اللي هتشوفيه وهتسمعيه هتكتبيه في الجورنان الناس هتشوفه والحكومة تقرأ وتسخن علينا وتهرينا حمالات ونشوف البهدلة على اصولها ما انا لو ساعدتك يبقى كإني بقدم بلغ في نفسي واكشف المستخبي والمسطور يا ناسا وده ما يصحش افهم من كده ان حضرتك بترفضي؟ مش بالزبط كده انا لو ساعدتك هخلي بالي ان انا مقزيش نفسي ولا قزي الشعب بتاعي وانا موافقة جدا يبقى ديني فرصة ادور المسألة في دماغي واشور على بوزي اهو حضرتك اتجوزتي ده انت اللي دلك علي عرفني عز المعرفة ازايا؟ هيا مين دي؟ اللي دلتك علي لا انا مش عارفة مش فهمت قصدي ايه المهم انها تكون بخير وتكون مبسوطة شكرا جدا بسهولة اهو حضرتك شكرا جدا اللي دعيني ادور شجد شكرا جدا نهاية موسيقى موسيقى أنا متأكد للبنت دي حد على براسة بلكده لو عزة الله ده أنت أول واحد علمي هزة الوسط ورعشة السدر والجوارات البنت ماهوبة يا أستاذ حمادة صح؟ حمادة نفسه مش مصدق نفسه بص يا حمادة إحنا عايزين نعرف هي ناقصها إيه عشان نكمله أيوة طبعا الموهبة الوحدة مش كفاية ناقصها المذاكرة إنت عايزة تطلع زي مينة قروانة صحر حمدي نجوا فؤاد أول Syria تسمي يا جمال لا أعايزة كيتمقي نفسك بس زي أي حد تاني كمّل شغلك يا أستيس حماد لا 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 بعد إذنك يا رئيسة بعد إذنك يعني أنا مش مفقق علّنتي عملتي ده عارفة إنك مش موافقني وعارفة إنك صح لكن بقى مفهاش لكن يا رئيسة مفهاش لكن الله صحافة إحنا قدي بتوع الصحافة نقصي إن إحنا نعمل إعلان عن نفسينا في التلفزيون زي الزيت والسمنة والسكر الدنيا هتهيج علينا وإحنا أصلاً في بيننا وبين الحكومة معاهدة والتفاقية وإنتي عارفة يا ولا يا رجب أفهم أفهم إيه بس يا رئيسة أفهم إيه أوه حاجة أنا أحب أعملها يا أخي وهعملها وهرتح لما أعملها ليك شوق في حاجة؟ يا ست الستات ربنا عارفو بالعقل تمام؟ كل حاجة في الدنيا وليها تمن إحنا إلا هنستفادوا لما نشتغل مرشدين لبيت صحفية وبنرشد عن نفسينا ما تهدى عليها شوي يا أخي وتبلع ريئك ارتحت للبيت حبيتها دخلت قلبي وبصراحة ما قدرتش أقول لها لا في حاجة هتنفحها في حاجة يا ستراجب ماشي يا رئيسة ماشي براحتك أنت عارفة أن أنت أي حاجة ترياحك أنا وفق عليها من غير أي كلام مش مهم يكون في علمك مبسوطة اللي بعتاها هي البيت اللي قلت لك؟ وأنا لازم حد يقولي أنا حسيت هي مبسوطة اللي دلتها على طريقي يا الله ربنا يسهلهم كلهم ويسهل لها طيب رئيسة معلش يعني يا البيت الصحفية ديت عايز أنا نساعدها إزاي بالظبط الحماية يا زكاو خدها الأمن قشرة مرور عندنا خليها تعمل شغلة بس من غير تسوير ولو عايزة تتصور تتصور بعيدة عن شغلنا الحكومة تخب بالها وتسخن علينا خليهم يسخنوا بعيدة عن قفانة يا أخوي عارفة يا ستة قصيلة الواحد دايماً بيحتر فيكي أنت عاجينة غريبة فيكي أسوة وفيكي حنية فيكي طيبة وفيكي شر فيكي حزن وفارح حاجة واحدة بس اللي مش عارفة أفشها أنت ستة عندك مفهومية ولا المسائل ماشية معاك بالبركة وعية لللي أنت بتعمليه ولا باختك يا بوبخيت ولا إيه أنت أنا مفسوطة أني مجنناك كده بقولك يا ولا يا رجب قوعت القدبك مع البيت الصحفية دي بيت ناس آه دي بسكوتة حاشة لله أعوذوا بالله من الغضب الله يا رئيس الله أوه إحنا قد حريم الصحافة وبعدين أنا راجل متجوز وعيني مليانة وحيت أمك شوش هيا؟ تزعل ميني لو قلتلك أن أنا مش مفتريحة لك؟ أنا حصل مني حاجة يا ستة كونة أنت عارف اللي جوا ميني بكتر مني أنا جوا يا ليك خير كتير عارف الصياد لما يغازل السمكة ويقول لها تعالي كل الطعم اللي في السنرة بتاعتي يا سمكة يا حلوة إلا هقليك ولا هشويته ولا هعمل لك صانية؟ إنت نسيت يا شوشة؟ لا 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 أنا بفاكر أنا ترزلت عليك وحاولت معاك لكن إنت صدتيني ورجعت بالدار لكن من ساعته حصل مني حاجة أنا مليش دعوة باللي فات أنا ليا دعوة باللي جاي إنت عايز مني قبل الزبط إنت عارف أنا عايز مني قبل عايزك رقاصة درجة أولى ممتاز وبعد الدرجة الأولى ممتاز بدون مزايدة وبدون أي رادي مصر اللي إنت شايفها وعايشة فيها دي وإنت ملكيش فيها أي لازمة هتبقى تحت رجالك إزاي شوشة؟ اسمعي كلامة فرحة مين فرحة دي؟ إنتي؟ إحنا مش اتفقنا على الاسم الجديد وبعدين سبي نفسك لها واسمعك لها دي تصذي فيك وفي كلامك إنت وكيل فنانية يعني لمؤخذة يعني فيه قرون تحت الطقية بتاعتك دي؟ إنت عبيتها بيتول ليه؟ ليه بقى إن شاء الله؟ يا مبسوطة الفنانة اللي عايز توصل للإمة لازمة تبقى عاملة زي التفاحة اللي متعلقة على آخر فرحة ومحدش هقدر يوصلها حتى بسهلها لكن التفاحة اللي قيت وصلها واللي مرميها على الأرض تقدر لحالها لغاية ما تعافي كلام ده بجد ولا كمين؟ حكيمي بقى يا عقب طب ودرجة قولها دي بيوصلوا لها إزاي؟ بالطيارات والأطرات والمراكب وبتفاعلها فلوس في التذاكر لكن في الفن سلمة سلمة وأول سلمة دي عبارة عن إيه؟ كابرهات وسط البلد إيه؟ كابرهات وسط البلد أنا قلت لك أيعادك على نصبة في مولد دي محلات محتلمة وكل سبون على قد فلوسه أكل حلوة، شرب حلوة، بروجرام حلوة طب والزباين؟ الزباين بقى من تحت الفوق كل سبون على قد فلوسه على دماغنا طجار، صنايعية، حرامية، من كل لوله أفندية جو شعبي جميع طب والست نعناعة؟ أنت لازم تبعيد شوية عن الست نعناعة قصد يعني عن السكن وموضوع بقى سكنة الميزات ده بقى خلاص بس أنا دبرت أموري وشفتلك شقة فوسط البلد تلقى بالفنانة الصاعدة فرحة يلزمني شوية وقت أفكر سبني الواحدة أخد وقدي مع نفسي شوية طب أنت مش هتعزميني على حاجة؟ قوم يا شوش أبطل نطاع مش 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 تصغر الفتاة لي أكثر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا 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 إزاكي ما اعتمد؟ والله وأنت كمان كيف حوالك وأحوال أهل البيت كويسين الحمد لله لا 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 أنت تؤمرني قول لأنت وأنا نافذ اللي أنت عاوزه كله طيب عميجي مع ألف السلام مع ألف السلام سلام الله وبركاته رشوان يا رشوان قبل سلوى تعال يا مبسوط أنا هنا هاي عملت إيه قابلتها أهو قابلتها طب وعملت معك إيه زي ما قلتلي بالزبط ستة طيبة جدا جدا وعلى فكرة طلعت زكاية قوي كمان لدرجة أنها حست أنت اللي بعتاني لها حصت منفسها ولا أنت اللي قلت لها بقول لها إزاي بس أنا وعدتك إنك هتفضل بعيدة عن الموضوع لكن هي حاولت تعرف مني قاعدت تخمن وتلمح وتقول على اسمك لكن أنا فضلت على حالي عملت نفسي مش فاهمة حاجة طب ووصلتش معا لإيه وعدتني إنها تساعدني وهروح لها تاني بكرة طب والنبي وعيت أسحبك شوية بشوية لغاية ما تهرف طريقي جراء إيه مبسوطة؟ حقك تخافي من الناس كلها إلا أنا طي طي أكل فرحت لك وأنت كده بقت إيه؟ بقى معا بك أرليوس أداب يا أحمر لصنس أداب أه لم أخزة عطوفة لصنس أداب يا نمس لصنس أداب يلا شد حيلك بقى عبالك في عياتك إن شاء الله يعني أنت كده بصنس أعاطب بقت ضابط أداب يعجبني زكاء أكياد يا نمس بقى ضابط أداب وهيخدمك في أمك قريب إن شاء الله همشي ألغاب هناك يا عمل عملت إيه؟ وقولك يا عطوفة أنا النهاردة بقى عايز أعزمك على حتة الدين صهرة صباحي لوز اللوز بالمناسبة السعيدة دي لا مش هينفع رجب أنا عايزك معاه في حاجة خير يا حبيبي أمارنا مش وارو عايزك تبقى في ظهري ده أنا أجي معاك لو هتروح فين قل لي إيه النظام عايز أروح لعجمي في حفلة على حمام سباحة قريب عايز أدخلها بأي شكل عجمي عاجم وهبالمرة نضرب غدسين في البحر بس إنت موكليش الحفلة دي عايز تروح عليها عايز أخذ صور موضوع صحافي قبا فكرتني هلأ أنا عندي معاد بكرة مع الصحافة إزاي يعني؟ بيت بتشتغل صحافيا عايزة تعمل موضوع عن التسول وأطفال الشوارع والكلام ده وعايزة تنزل تشتغل على الطبيعة وتحت إشرافيا البنتي اسمها إيه وشكلها إيه مش عايق مما كده يبقى فيه خطر عليكم وعلى شغلاناتكم مش كده والنبي أنا قلت كده لأ العظيم يا عاطف انت متعلم ومتنور ودمغك دي زين الفل قلت كده الحرام المصول وضربت بكلمي عرض الحقاق ونتنزلوها فيه ما تلاقش منطقة أمانة بشارة وسط البلد بقول لك يا عطوفة بتدوقني السجارة الأجنب اللي معاك دي تغليش يا رجل يدوم العز يا حبيبي يا ريسة يا كبيرة فيها بتعفية السلطة الصحفية آه قليني هتتفضل قريني جمال خطوتك بقى وقفل التلوزيون معاك الأول يلا بسرعة بت آه ايه يعني يا أبا آه 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 صباح الخير صباح الفل شو فيلك حتة تعدي فيها آه براوة عليكي جاي يا بدري عشان اسمع منك زي ما اتفقنا وتديني كل النصائح اللازمة قليني الأول الشنطة دي فيها إيه قليني الهدوم اللي هنزل بها الشارع هدوم الشغل يعني؟ جرائية صحافة هو إحنا مش هنعرف نقطعك ونلبسك ونبهدالك ونخليكي شحكة بنت شحكين لأ ده والدك نفسه ممكن نخليه شيخ المتسولين لأ مانا بصراحة ما بعرفش ألبس حاجة لبسها حدا تاني قبله أهدل أنا كنت خايفة منه وعمل حسابه لا يا حبابتي بص يا صحافة لما أخذ أنت مش ممثلة راح هتعملي حاجة في التلفازيون ولا في الصيمة تقوم تعمليني مكياش منايل وباروكة شعر جربانة وتقولي لله يا محسنين لله لا يا حبابتي والأكادة إيه بقى؟ هم يقبضوا على قلبهم قد كده وأنا بقى بتفرج ومفروسة إنهم بيشوهوا الشغلانة أنت سكتة لي يا صحافة؟ ولو بستفيد من حضرتك يا أختي حضرتك حضرتك هو أنت قاعدة قدام وزيرة الشؤون ولا رئيسة جامعية النساء الفضلات أنا يا أختي أصيلة أبو الأم صان حاضر أصيلة هانم يا فندم يا ناري السويب هانم إيه الله يرضى عليك إحنا قد الهانم أنت عارفة العائلة الرم اللي عايشين هنا اللي الكلب الجربان يقرف منهم طلعين عليّ اسم كده النعجة أولاد الهبلة مش يقولوا الخرتيتة ولا أمو زلومة هم فاكريني مش عارفة بس أنا عارفة ومش زعلانة أنا فرحانة فرحانة بالنعجة يا استقصيلة؟ لا يا صحافة يا عسل أنت هو في ستة في الدنيا تفرح لما يشبوها بحيوان أنا فرحانة لحاجة تانية خالص إن محدش فيهم قدر يتجرق ويقولها في وشي أنا فرحانة عشان أنا مزاجي كده عايز أشوفهم جوبنة على طول أيوة فهمت زالي بتقال عليّ لفاش كريم عارف إن هم بيقولوا عليه كده بس موافقوا ساكن صح؟ اسمال عليكي بقولك إيه مافيش وقت تقوم يلبسوا هدوم الشغل اللي أنتش جايبها لازم أتفرج عليها آه أعرف هدوم تمثيل ولا بتاعت حقيق يالا طيب أنا هغير فين بقى؟ هين؟ فيها صحافة ملكة النحتي كده ألا هتكسفي مني؟ ده أنا زي أمك يا بيت بتكسفي من أمك؟ طيب أغمض عيني يا ودي وشي النحة التانية هو طيب عارفها يا استقصيلة؟ لأنا كنت بتكسف من أمي وأنا في قولها سنوي آه الله والنعم أنت صعبان علي يا صحافة ومالياختي اللي تتدخل بتاعتك هتقولي إيه لعريسك؟ مكسوفة؟ والله مش عارفة ساعتها ممكن يحصل إيه بقى؟ الشغلانة دي حبيبتي ما فيهاش مكسوفة اللي بيمدي إيده ويتزل ويشحت ما يتكسفش ومالياختي هتعملي إيه لما أقولك على المفاجأة الكبيرة؟ إحنا لما أخذة هنا ما عندناش غير دورة مية واحدة بيقلعوا فيها وبيستحموا فيها يوم النسوان تستحمل وحدها ويوم الرجالة تستحمل وحدها وأحياناً بيختلطوا بس أنا بعمل نفسي مش عارفة تحب تقلعي فين؟ هم؟ لا، أحب هنا طبعاً أيوك؟ أيوك، في اتجاه واحد ليه يجي منك يا سي أحمد؟ خلي بالك للعجين يوستخدومك ومتغنيد عندها حق خصوصاً إنك لازم تمشي عشان تسلم شغلك لما أنا كده كده خلصت شغلي مش نوع صغير أسلم الدفتر في الإدارة يعني تروح الإدارة وهدومك فيها عجينة عشان ما تخلص من زميلك إحنا لازم نجيب لك ماريالة خايف عليه قوي؟ زي ما هو خايف علينا يا أبو شمعنا أنا يعني أي كلمة الحساب عليها في ساعتها وبعدين شمعنا أنتم تهتموا بأحمد كمانا لأ يبسط يا عم مين قدك؟ العيلة كلها خايفة عليك وعلى مصلحتك طب إيه رأيك بقى؟ ولو إني ما يصح الشي عن اللي أنا حقوله أنا حاسة كده إن سي أحمد ابني اللي أنا ما خلفتهش كأن يا عاطف عيش معنا بالزبط مفيش فرق بينهم غيرش إن عاطف كان غاوي يعمل معنا مشاكل ومع خلق الله لكن سي أحمد هادي ونادي طرى يا عاطف انت عامل إيه وانت بعيد عن أهلك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله ما كنا كويسين وريئين وعال العال الله يسامحه صرته بتجيب النكد معاها يا ست أم عاطف عمر الأصد عاطف ما هيكله بديل في البت ده هيفضل دايما ساكن قلبك وقلب عم ربيع وتغريد ونوارة مهما شرق ولا غرب وعمر الدم ما يبقى ميا وبعدين أنا بعتبر نفسي دفع عليكم لكن عمري ما هيكون عاطف ابنكم عمر الدفن ما هيطلع من اللحن وبعدين نقدر الله نقدر الله لو حصل لكم أي مكروه أول واحد هيشيركم فيه الدماغه هو عاطف مش أي حد تاني يعني هو لازم تحصلين لنا مصايب عشان ابننا يبقى موجود معانا وهو الابن ده لازم يكون موجود مع أهله في المصايب وبس يبدك ما كل البيوت عايشة على الحلوة والمرة روح يا ابن نغسل اديك ونظف نفسك عشان تلحق تسلم الضفتر بتاعك ما كنا كويسين وعالي العال يعني لازم تحضريه بتحضري النكت زي ما تكوني بتحضري عفريت بقولك إيه لو عايز تتخانق استنى لما الجدع يروح لحاله نتخانق؟ وعلى عين تخانق؟ مكفايا اللي إحنا فيه وبعدين اسمعي عايزة تعملي مناحة لابنك الخايم بعملها فوقت تاني مش قدامي ولا قدام بنتك المسكينة اللي حلنا الماي القاسم وسطها إدها فرصة تتنفسها ومضيف السلام عليكم وعليكم السلام جواب برضو من السعودية أجدع ناس شكرا لسعي البريد شكرا لسعي البريد أحب كده؟ أه، معانيش يا سانيوه في إيه تغريب؟ مفيش يا ماما ده البستاجي جايب لنا جواب من السعودية بس أنا لازم أقول شكرا لسعي البريد خد، لهنا والشيفة شكرا، إن شاء الله يكون الجواب في عقد عاما لا راي أفتح الجواب، أشوف كدبة فيه إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أبي العزيز، أمي العزيزة، بقى بقى، أستاذنا أستاذنا تروح فيه، وإحنا بيننا أسرار اعمل لنفسك كهمة شوية، ولدي الجواب لسا أحمد يراه لا تغريد هي اللي هتقرى هي ولا هو، مش هتفرق أسلة، ومتغريدة عزية هي اللي هي التي تعرى الجواب عشان تعرفك إنها تعرف تقرى وتكث造 استني لما نشوف سعودية بعثلني إيه؟ إيه؟ أه؟ الا شوف فيه إيه؟ السلامات وتحيات وأشواء بعد السلامات، ولازم أنه إذا عايز حاجة من السعودية، قول عليها والله يكتر خيره، المهم بتقول إنها جاية مصرف القريب العاجل وإنها معها مفاجأة سوف تسعد الجميع مفاجأة، تسعد الجميع؟ يا رب هات العائب سليم يا رب ها، قوليلي بقى إيه رأيك في البهدلة دي؟ إيه رأيك يا مدير؟ عش على عش على ريسة مولودة عرصيف بس أنا خايف للشغلانة بتاعتنا تعجبها تسيب الصحافة وتيكي تشتغل معانا أنت عرفتها على طبيعة الشغل بتاعنا يا رئيسة ولو عرفت إنها جاية متدربة جاهزة تقول إيه؟ ما أقول خير وبارك بص يا صحافة أنا كلمتي ما تنزلش الأرض أبداً زي حكم المحكمة النهائي عالتنفيذ على طول أنت دلوقتي جاهزة عالشغل ودي الحماية بتاعتك أهي أنا متشكرة قوي يا سيطة أصيلة ومقدرة اللي أنت عملتين معايا وده جميل هفضل شي لهولك وعمري ما هنساه حسين العبارة كده بقى أنت يرضيكي إنه نطلع مغفلة؟ لا طبعاً اللي بتقولي كده بص يا صحافة أنا بقولك إن اللي دلك على طريقي ولبسك وحفاظك وفاهمك مبسوطة إن تلعت مبسوطة يبقى أنا مش مغفلة ها مبسوطة ولا أنا مغفلة لا حضرتك مش مغفلة ولا يمكن تكوني مغفلة أبدا الله أكبر الله أكبر هي فين بقى؟ يا جماعة مش عارفة طب هربت ليه؟ المهم إن أنا تطمنت عليها لما تبقى تشوفيها قولي لها إنها وحشاني ما يجراش حاجة إنها تيجي تطلع علي ولا رجب أمرك يا ريسة عينك عليها كده ما تخفيش عين العسكري مش الحرامي يا ريسة ما أنت عارفة عين العسكري بقيت زي عين الحرامي زني له على رجب خلاص يا أخوي عين شيخ تقي يبقى كده هتجوزها على سنة الأو رسوله انت خص خباقة ما تخفيش يا سلو انت في حماية يا بيت كوني متطمنة يلا تاكلوا على الله سلام عليكم يلا سلام السلام ولا رجب أمور يا ريسة خبالك ما معاش عدة شغلة ما تخفيش ما تخفيش يا أصيلا إحنا أينا الطيبة انت الحاجة الناس انا هكملها سلامة حبيبي موسيقى 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 هدوينيا الله يا ربنا يفعد إيامك يا بي إنا بتساعدني عشان خطر العيلي اللي أنا شي يلمده ده ياتيمُو مش لقي ح piercing عليه وعنده خرمي في الألب يا أنا بنتبه مربعيني أنا أصعر فيك بلا خرمي في القلب بلا خرمي في الريئة معلش يا بيّ أنا بروب أنا خليه لك عيالة إيهيييي أنفق بعيد عن الوش لوارة الله جدك الفرق! راجل معافل! بورج! بورجتك دهية! ايه فيه? زيبون الترازل عليك يقال الكلمة ده ايه تكسيبيه ويمشي الله! يا عملي باليه ده! كأنك ما فيه! كأن ايه يا جداع انت كأن ايه? حرام عليكم اللي بتعملوه ده! ده انتو هتروحوا النار حطف! حدي بهدل الاطفال بالشكل ده! خد! الله! سمي عليه سمي! الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم في ايه? خد يا مسايد! الراجل عمال يوم في فوشه الدخان يوم في فوشه كان عاجخني في ايدي! بقولك ايه? الوات ده ابن ميه? ده متأجر بتالتة اجنس ما الله على مقام! طب خد يا مساكي سراح انت بيه وديها الفل اللي معاكي تشتغل هي بيه! مساكي! الوات ده يرجع لامه دلوقتي حانك! وازا كان على القجرة انا هتفعها! صلاة على النابي! لا بقولك ايه? لما تبقي وزيرتي الطفولة السعيدة يبقي يعملي كل اللي نفسك فيه! تمام? يلا ذوقي عجلك روح اشتغلي للناس يبتكروك من بوليس النساء! يلا! فل! فل! الفل يا بيه! اشتري مني عقد فل! اللي قولك! خليهم اتنين! كل اللي فل معاكي بكياني! على حسب تأجيرك يا باشي! خمسة جنيه كويس! شوي! دول اصلا وقفين عليها بخمسة جنيه! يرجيك ابيع بخسارة يا بيه! ده انت اقول زبونا خش عليه! تعرفت ايه يا ريه! على قد يا باشي! طي! دير خمسة جنيه! ونخلي الفل معاكي! وده! كارتك ده! في تليفوناتك كلها! بيكلمين ايه! ماشي! ايه الشرف يا بيه! ماشي سلام! الفل! الفل! ربها يفعد ايامك يا بنت الاصول! يا حلوة يا امر يا عتل انتي! وبعدين! اشتري مني عقد فل! وانتي بقى بتكسبي كام بقى كل يوم من الشغلانة دي! على حسب! كل يوم وليه الرزق بتاعي! مرة انت عشرة مرة لا! انا مستعدة شغالك عدي ووديكي مية وخمسين جنيه في الشر! واكلك! وشربك! ودومك علي! ايه رأي! خدمة يعني؟ او ملح شغالك يعني ست بيت! ما دهور يا بنت من قدام! او ملح شبكي! اشتركوا في القناة! المترجم للقناة المترجم للقناة